موسيقى النشاط الإخبارية من قناة العيون إلى العنة موسيقى تلفيدا للتعليمات الملكية السامية توقع اتفاقية طر لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات ودعم الساكنة المتضررة موسيقى بها العيون انتلاقوا فعالية المؤتمر الدولي الأول حول البحث العلمي والابتكار ورهانة تدبية المستدامة بالمجالات الصحراوية والشبه الصحراوي موسيقى بدخلا عقاده والجمع العامة تأسيسي لفرع الفدرالية المغربية لنشرية الصحف بالجهة موسيقى موسيقى ومن الوطية مركز والتقييم مشرع في استقبال المستفيدين من البرنامج الوطني عطل الجميع الذي تديره وزارات الثقاف والشباب والتواصل كطاع الشبه موسيقى 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 أهلا بكم من جديد موسيقى 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 الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية والشب العسكرية والمدنية وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين حفظه الله وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين بهذه المناسبة المجيدة سيوجه جلالة الملك حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي حفظ الله مولانا الإمام وعطال عمره وابقاه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي وقر عينها جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وشد عزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ومسائل أي أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه ساميع مجيب تفيدا لتعليمات الملكية يا سامية الشرفة رئيس الحكومة سيد عزيزة خنوش اليوم الجمعة بالرباط على مراصم توقيع اتفاقية النطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق التي اندلعت في شهر يوليوز الجاري على نشاط الفلاحي والغابات ودعم الساكنة المتضررة منها خديجة الجمالي وعبد العالي عياد في المتابعة دعم مباشر وآني للساكنة المتضررة من حرائق الغابات بغلاف مالي إجمالي يقدر بمائتين وتسعين مليون درهم تحرك فوري تفعيلا لتعليمات الملكية السامية جاء ليوكب الجهود التي بُدلت ميدانيا لمواجهة الحرائق والحد من حجم الخسائر بفضل الدعم صاحب جلالة منذ قديم الاقتناء هذه الطائرات التي كانت دائما خلق بلادنا لدينا 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 الإمكانيات اللوجيستيجية لتواجه هذه الأفات التي هي كبيرة والتي خلت أنه وقفناها في عشالة فيكتر الآن يريد أن نرى في المستقبل يريد أن نذهب مع الساكنة سيكون دعم للساكنة بالنسبة للحرائق اللي كان في البنائيات سيكون دعم للغابات بغينا نعود نحيو هذه الغابات باش تعود ترجع كما كانت إن شاء الله وتزيد نقع وتزيد كون في المستوى سيكون ندعمه كذلك النشاط الفلاحي اللي كان قرب هذه الغابات دعم متعدد الأقطاب وتنصيق بين مختلف المتدخلين بهدف تسريع عملية مواكبة الساكنة بالمناطق المتضررة سنعطي ألف منصب شغل في إطار برنامج أوراش اللي هي أوراش مؤقتة لعائلات ودويهم من ضحايا هذه الحرائق باش نعونوهم باش يعودوا يديروا تشجير ويديروا عدد دير الأنشطة في إطار أوراش محددة المدة بشكل آني إن شاء الله هذا الدعم مباشر اللي غادي يكون استعجالي فيما يخص الماشية اللي ضعت لا يكون تعويض ديلها وفيما يخص كذلك الكالاء والدل الماشية وكذلك إعادة الإعمار ديل هاد فيما يخص النحل الجانب الغباوي كذلك تأثر بوحدة طريقة يعني هي جد مهمة فالمجموعة الميزانية المرصودة هي 150 مليون ديل الدرهم تحرك يشمل عدة تدابير على المدى القصير والمتوسط لدعم الساكنة على تأهيل وترميم المنازل وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة وإعادة تشجير حوالي 9,330 هكتار تدابير تتميز بطبعها الاستعجالي وانخراط مختلف القطاعات الحكومية المعنية والمسؤولين الترابيين توجيها جلالة الملك فورية ومتفاعلة مع كل القضايا الوطنية والتي تهم المواطنين على مختلف المستويات التفاعل الفوري الذي كان ديال الحكومة أمر نعتز به وديال سيد رئيس الحكومة لمعالجة هذه الأوضاع أو نتائج هذه الحرائق مجلجها كذلك فهو اليوم كيساهم بواحد مبلغ مهم فقط 80 مليون درهم لعيوكب عملية إصلاح هذه المنازل التي كانت ضغط هما 150 منزل اللي هما في المنزل في إقليم العرائش والـ 26 منزل في إقليم تيتوان الاجتماع تميز أيضا بالتأكيد على أهمية تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق ومكافحتها اتفاقية إطارة تقدم دعما مباشرا لتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة بالمناطق المتضررة وإعادة تأهيلها بالمدرسة العليا لتكنولوجيا بالعيون انطلقت مساء اليوم فعالية المؤتمر الدولي الأول حل البحث العلمي والابتكار ورهان التنمية المستدامة بالمجالات الصحراوية والشبه الصحراوية والذي ينظمه مركز نماء لدراسات والأبحاث حول الصحراء بشركة مع جامعة بنزهر بياغدير وجامعة القاضي عياض بمراكج فعالية تعرف مشاركة هامة لمغاربة وأجانب وباحثين ومهتمين بمجال البحث العلمي والابتكار محمد مصطفقية وعبدالله المحمود مساء اليوم بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون وانطلاق فعاليات المؤتمر الأول للبحث العلمي والابتكار ورهان التنمية المستدامة بالمجالات الصحراوية وشبه الصحراوية وهي فعاليات يتوخى عبرها مركز نماء للدراسات والابحاث حول الصحراء بشركة مع جامعة بنزهر بياغدير وجامعة القاضي عياد بمراكج جعل البحث العلمي أداة لتحسين تدبير الموارد بالمجالات الصحراوية وشبه الصحراوية بشكل يضمن الاستدامة والتثمين الرشيد والمستدام إلى جانب توفير فضائل النقاش بين الخبراء والباحثين في مختلف قضايا التنمية بالمجالات الصحراوية وشبه الصحراوية والمساهمة في تحسين وتقوية جاذبية المجال والرفع من قدراته التنافسية عبر الترويج المجالي وتوثيق جسور التعاون والبحث العلمي بين الجامعات والباحثين ومراكز البحث وتعزيزها بمعية الفاعلين الترابيين وتوظيفها كمرتكز لبناء السياسات العمومية واتخاذ القرى هذا المؤتمر الذي يعتبر يعني تمرت مجهودات تنسيق على رأسها جامعة ابن زهر وجامعة القضاعيات بالإضافة إلى وزارة إعداد التراب والتنمية وأيضا وزارة التعليم العالي وهذا المؤتمر يعني يستقبل عدد من الخبراء والباحثين الدوليين سواء على المستوى الوطني والدولي قادمين من مختلف أنحاء المملكة وأيضا من أنحاء العالم هناك أمريكيين ألمان إسبان وفرنسيين ودول أيضا العربية من الشرق العوسط لبنان وليبيا والأردن أيضا البرازيل هي أيضا ضيفة شرف هذا المؤتمر نروم من خلال هذا اللقاء أن يكون موعدا سنويا بإشعاع دولي ينكب على هذا النوع من المجالات الحساسة والعطوبة ولكن التي تزخر بمؤهلات فقط وهنا يأتي دور البحث العلمي لمحاولة استكناه وابتكار أدوات من أجل تنمية مستدامة في هذه المنطقة سيتم توقع على مجموعة انتفاقية الشركة ومبينها بطبيعة الحالة انتفاقية كتهم المديرية الجهوية البيئة والتي تعنى بتشجيع البحث العلمي في مجالات محاربة التغييرات المناخية وتحقيق أهدف تنمية المستدامة على مستواجهة العين الساقية الحمراء هذه التفاقية دمت مجموعة من الشركة المديرية ومركز النماء وكذلك مجموعة من المؤسسة الجامعية بمدينة طالبيضة هو فرصة لتلاقي مجموعة من الخبراء والدكاترة بالقارات الإفريقية والأوروبية والأمريكية والأسيوية فرصة لتدارس وتباحث ما هي مجال سبل التعاون في البحث العلمي والارتكار في المناطق السحراوية والشب السحراوية اللي كان عرفوا أن مجالة العين الساقية الحمراء هي كتوفر على تنوع بيولوجي وتراثي وتاريخي فهي هذه المقدرات الجهة هي واحد الوسائل التي تعطيه واحد الإقلاع للنهوض بالتنمية والاقتصاد ويعرف هذا المؤتمر الدولي مشاركة عدد هام من الشخصيات في مجالات عدة منها السياسة والاقتصاد والمال والأعمال وأساتذة جامعيين وباحثين وفعاليات محلية وخصصت غالبية فقارات للتدارس موضوع البحث العلمي والابتكار ورهانة التنمية المستدامة بالمجالات الصحراوية وشفه الصحراوية وضمن أهم فقارات توقيع عدد هام من اتفاقية الشراكة جامعة مركز نمائي للدراسات والبحاث حول الصحراء والجامعة بزوربي قدير والمركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ببرلين وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والمديرية الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة بالعيون هذا اللقاء يدخل في إطار التحول الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية وجاء بعد اللقاءات التشاورية التي انضمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول أي تجامعة نريد وبتالي مركز نماء اختار لهذا اللقاء موضوع البحث العلمي وتعرفون أن البحث العلمي هو عصب التنمية في كل المجالات أعتقد خطوة ذكية جدا من الملكة المغربية لعقد هذا المؤطن من الهام لأن أول مشكلة طبعا مشاكل التغير المناخي المشاكل الأولى التي تواجه القرى الأفرقية وهذه مشاكل مشاكل التغير المناخي هي مشاكل تصب في النهاية في سياسة الدول لأن بتأثر الغذاء والصناعة وكل حاجة وأعتقد أنها خطوة ذكية جدا من المغرب أن أيضا مخاطر التصحب بتواجه معظم الدول أفريقية جدا ومعظم الدول نحن نشجع الشباب الذي يعمل في هذا المجال ونطمح لتعزيز علاقاتنا العلمية مع البلدان الإفريقية كافة وخاصة المملكة المغربية وعلى همش فعاليات هذا المؤتمر الدولي للبحث العلمي والابتكار ورهانة التنمية المستدامة بالمجالات الصحراوية وشبه الصحراوية تنظم مجموعة من الأروق التي تعرف بمجالات إسهام عدد من المرافق والفعاليات في مجال البحث العلمي والابتكار على كافة المستويات مؤتمر يرتقب أن يتم على مدى ثلاثة أيام وسيناقش مجموعة من القضايا المتعلقة بمجال البحث العلمي والابتكار على الصعيد الوطني منذ إحداثه سنة 2010 عرف إقليم سيديفني دينامية تنموية في مختلف المجالات مشاريع وعوراش وكبتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المسلسل عبر مراحلها الثلاث والهدف إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة ملك المرابطة الصارح الجيبي وسفيان بقص مشكل البطالة مشكل يخيم على العديد من الأقاليم بالمملكة إقليم سيديفني بدوره يعاني شبابه من هاتي الآفة مما دفع العديد من الشباب الإقليم إلى تقدم بمشاريع مدرة للدخل والاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية والتضامني رغبة منهم في تحسين وضعهما الاقتصادي والاجتماعي تندرج المشاريع التي عينتم بعضا منها في إطار البرلمج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلقة بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والذي رغم إدماج الشباب في صرورة التنمية الاقتصادي الشاملة التي تعرفه بلادنا وقد خضع حامل هذه المشاريع لمواكبة قبلية رغمت تعزيز ملكتهم التقنية واستهدفت إنجاح مشاريعهم على مستوى دراسة الجدوى وبعد إخراج مشاريعهم الحيز وجود يخضعون أيضا لمواكبة بعدية من طرف منصة الشباب من أجل تجاوز جميع المعيقات التي يمكنها أن تحد من إنجاح مشاريعهم منصة الشباب مشروع تم تنفيذه في إطار البرنامج الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تتيح للشباب الاستفادة من برنامج الاندماج الاقتصادي وتمويل المشاريع مع سهولة الوصول إلى المواكبة والتمويل لقادة المشاريع والشركات الخاصة تم إعطاء انطلاق منصة الشباب بمناسبة ذكرى 16 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكتعتبر بالمنجازات لحقاتهم الإقليمية للتنمية البشرية على المستوى إقليم سديفني نظرا الدور التي تكتسي من حيث استقبال والإنصات وتوجي ومواكبة الشباب حامل المشاريع الشيء الذي ساهم هو لابد في تحسين الداخل وإدماج الاقتصادي لهم للإشارة فقد بلغت المشاريع الممولة ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2021 30 مشروعا بتكلفة مالية فاقت مليوني درهم ومنذ انطلاق المشروع رسميا بعد الخطاب الملكي في الثامن عشر ماي الفين وخمسة لازال يدعم ويمول الشباب من خلال دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة من خلال الاستثمار في الرأس مالي البشري إلى الدخل حيث عقدت الفيدرالية المغربية لنشرية الصحفة الجمع العامة تأسيسي لفرعها الجديد بجاة الدخل وادي الذهب واجرى الجمع العامة تأسيسي لفرع الفيدرالية بحضور رئيسها نور الدين مفتاح عدد من النشرين لمواصلة الانكباب على ورش التأهيل والتخليق والتكوين للتعبئة من أجل إعلام جهوي فاعل ومؤثر في خدمة الجمهور والقضايا الوطنية الحيوية بكادريمي ومحمد الداس هو مؤتمر تأسيسي لفرع جهة الداخل وادي الذهب للفيدرالية المغربية لنشرية الصحف غايته تعزيز الصحافة الجهوية وتمكنها من آلية العمل المهني فرع جديد يأتي لتعزيز النشر وتقوية هيكل الصحافة الجهوية وانخرط في حملته التأطير والتعبئة من أجل إعلام مغربي جهوي قوي متعدد وعصري هذا الجمع الاستثنائي التوحيدي يأتي للتأكيد على أن استقلالية الصحافة هي متلازمة مع الدفاع الوحدة الترابية هذه هي القوة الرمزية لهذه المحطة على رغم من أن المحطة التنظيمية مهمة وهي وسيلة للتأهيل والتحصين والزملاء في الداخل وكذلك في العيون وفي قلم المؤدنون في الأقالم الجنوبية كلها هم يعطون المثال والدليل على الوجود الصحافة الوطنية في الخطوط الأمامية للدفاع عن القضايا الوطنية يندرجوا هذا اللقاء في إطار الاتصالات التي تقوم بها الفيدرالية الاتصال التنظيمية من أجل أن تتوفر كل جهة على تنظيم محلي يجمعوا كل الفعاليات الإعلامية الموجودة في الجهة لتتمكن من توحيد هذه الجهود بخروج إلى عدة خلاصات تندرج كلها في إطار خدمة الصحافة الوطنية بدون صحافة جهوية لا يمكن أن تكون لنا صحافة وطنية في تنميز الصحافة الجهوية يوم نتواجد بمدينة الداخلة في إطار زيارة الفيدرالية المغربية لنشر الصحف التي تحرص دائما على تجميع كل المؤسسات الإعلامية كيف نقوله دائما مثل حساني حمل الجماع عريش يعني نين تجتمع جميل جدا أن تجتمع كل المؤسسات الإعلامية في إطار موحد وهو ما تحرص الفيدرالية المغربية لنشر الصحف على العمل عليه وفي هذا الإطار طبعا نتواجد في مدينة الداخلة في إطار يعني للتفاعل مع مكتب فرع مدينة الداخلة من أجل تكثيف الجهود والحرص على التواصل الدائم مع كل المؤسسات الإعلامية خلال هذا الجمع العام الاستثنائي تم انتخاب رئيس الفرع الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب انتخاب هذا الفرع يأتي ضمن الدينامية الجديدة للفيدرالية المغربية لنشر الصحف التي تمزج بين القضايا الهيكلية للإعلام الجهوي والقضايا المحلية لإعلام القرب من خلال تصور مهني واضح لرؤية وطنية تسعى لتمكين الإعلام الجهوي من الوسائل الكفيلة بجعله قادرا على النهوض بمهامه جمع العام الاستثنائي لفرع جهة الداخلة واد ذهب للفيدرالية من نشر الصحف التي الحمد لله الأجواء مرت في نوع من الشفاف والتفاهم والتلاحم المواقع الحمد لله دي الجهة كاملة عرفت عن التلاحم والتواحد أساسي للوصول المرحلة القبلي والنهوض بالإعلام المحلي الجهوي لما له من المكان الذي أسس هذه السنوات الماضية لأنه أسس الواحد المرحلة لأنه عرفت الناس والمجتمع دور الإعلام في توصيل المعلومات وفي توصيل الأحداث التي تمر بها الجهة واللي الحمد لله من الجهات الفاعلة ورائدة إعلام من ناحية المادة الإعلامية مثل الأنشيطة الثقافية حتى أنا أصبحت دخل مدينة السياحة المؤتمرات واللي ودائما في إطارية الدينامية الجديدة للفيدرالية المغربية لنشر الصحف المجلس والفيدرالي لنشر الصحف الذي يضم سبعة وثلاثين عضوا انكب على دراسة تعديل النظام الداخلي للفيدرالية ليتلاءم مع الزخم التنظيمي الذي تشهده هذه الهيئة حيث التأم جمعه هنا بمدينة الداخلة جوهرة الجنوب المغربي إلى جديد الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن تسجيل خمس وفيات 242 إصابة جديدة بكوفيد 19 مقابل تعافي 1616 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية التميز مدخل لتجويد التعلمات شعار اختير لفعاليات الاحتفالية الختامية للموسم الدراسي الحالي بالطنطار التي حرصت على تنظيمها المديرية الإقليمية للتعليم بدعم من المجالس الملتخبة حافظ محضار وعبد الرحيم حاج احتفالية طربوية تزدل استطار عدى الموسم الدراسي المنتهي وتقف لحظة اعتراف وعرفان بالعطاء والتمييز الدراسية وما تحقق من نتائج كانت ثمرة الجهود التي انخرطت فيها المنظومة الطربوية المحلية قصد بلوغ الأهداف عرفو السنوي احتفاء بتلميذات وتلاميذ لمديرية الطنطان بعد تفوقهم في نهاية الموسم الدراسي بمختلف مسارك الباكالوريا وأيضا سيتم الاحتفاء بالمتفوقين على مستوى السادس ابتدائي والثالث اعدادي فيما يتعلق بالتعليم العمومي والخصوص باعتبار شركة لمنظومة الطربية التكوين أقوى لحظات هذا الحفل الختمي توزيع الجوائز وتكريم المتميزات والمتميزون من التلميذات والتلاميذ هذا الموسم وفي مختلف الأسلاك التعليمية تكريم للكد والاجتهاد والتفوق الدراسية حصلت على معدل 9.63 وأنا جد فرح بهذا المعدل وأشكر جميع أساسي دات مدرسة بئرانزارة فرحانة بليش في هذا المرتب اللول وكان شكر الأطر الإدارية اللي صاروا على مجهودة دينا باش وصلنا إلى هذا الشيء جد فرحانة بهذا النقطة وبغيت نشكر بعد الله عز وجل والدي والدي الأساسي والأطر التربوية والإدارية في المؤسسة دينا هذه الاحتفالية التربوية تخللت فقراتها مجموعة من الوصالات الإبداعية واللوحات الفنية حملت بصمة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التربوية فقرات أنعشت هذه الاحتفالية الختامية إلى مدينة الوطية الساحلية بطنطان إذ شرع مركز التخييم في استقبال المستفيدين هذا الموسم من البرنامج الوطني عطل للجميع الذي تديره إزارة الثقافة والشباب والتواصل قطع الشباب بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تحت لعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله حفظ محضار وعبد الرحيم حاج مركز التخييم بالوطية يستقبل الطلائع الأولى للمستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم هذا الموسم مخيم يعد من أهم المراكز ذات الاستقطاب المهم وطنيان حيث يحج إليه سنويا عدد كبير من الأطفال الوافدين من عديد أقالم المملكة يتوزعون هذا الموسم التخييم على خمسة مراحل القائمون على هذه العملية حارصون على تهيئة الظروف المثلى لضمان فرص الصياف المثالية للأطفال المستفيدين البرنامج الوطني للتخييم في مرحلة أولى بتقريبا 200 مستفيد داخل المخيم هذه الحمولة المخيم الوطية استفدت منهم مجموعة من جمعيات المحلية على مستوى الجهة فيها جمعيتان طنطان وجمعيتها غير ثلاث جمعية طنطان وتي غير بقليم سيدي إفني نتواجد اليوم في إطار فعاليات هذا البرناج اللي في الحقيقة أتحفونا هذه الأطفال فلذات أكبادنا بهذه الأنشطة الطربوية الهادفة نتمنى أن المستفيدين إن شاء الله يقدوا أيام طيبة وإيام جميلة وكيف تعرفوا هذا المركز يعطب من أهم المركز على السعيد الوطني والمجلس البلدي هو شريك مباشر مع قطاع الشباب والذي دائما نحاول أن نحسن من جودة التخيم فقرات متنوعة تشمل مجموعة من الأنشطة والورشات الطربوية فضلا عن عروض ومسابقات ثقافية ورياضية وطربوية وفنية يتضمنه هذا البرنامج التخيمي الذي يستهدف هذا الموسم مزوها ألف طفل وطفلة يتوزعون على خمسة مراحل تخيم تمتد كل واحدة على عشرة أيام جينا المخيام هنا باش نستمتعه في الصيف وطلاقينا بأطار اللي اهتمت بنا بزاف بزاف أنا من إقليم سيدي إفني وأنا فرحان بزاف حيث أول مرة اللي نجي المخيام درنا فيها أنشطة بزاف كي بحال السباحة كي بحال كرة القدم ودرنا فيها أناشي دكسار ودرنا ورشة الرسم ودرنا بزاف الأشياء زوينة بارح كان اليوم الشعبي واليوم كانت اللعبة الكبرى والغدل إن شاء الله كان اليوم الرياضي وإن شاء الله من الأقدام كان يمززاف للمخيامات يجبنا المخيام درزوا هدو الأيام كل شي مزيانين من الطرفية والتعليم والنصائح مجموعة من الأنشطة الطربوية والثقافية والرياضية والطرفيهية تدخل في إطار البرنامج العام الطربوي للجامعات المخيمة بهذه المركز وبهذه المناسبة يسعني أن أشكر كافة العطر الطربوية والإدارية على المجهولات التي تبدو لها خدمة لطفولة وشباب برنامج تخيمي هنا بمركز الوطي الساحلي سيمكن الأطفال المستهدفين من فرص جيدة للاستمتاع بعطلتهم الصيفية والاستفادة من حزمة متكاملة من أنشطة الهدفة التي سيكون لها ثروها في تكوين شخصية هؤلاء الأطفال وتعزيز ودعم مكتسباتهم المهارية والمعرفية صور نهاية النشرة تنقلنا إلى جواء الاستياف على سواحل إقليم بي سي ديفني الذي يتميز بجمالية شواطه والإقبال المتزايد على هذه الوجهات الساحلية خلال فصل السيط ترجمة نانسي قنقر 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 الأسبوع الصحفي وكتبت اعترفت ما تسمى الأمانة العامة للتنظيم السياسي لجبهة البوليسيريو التي يرأسها خطر عدوها في بيان صحفي بواقعة سرقة سيارة رئيس مخابرات الجبهة التي جرت بالمخيمات وهو ما يؤكد انتشار الفوضى بمخيمات تندوف منذ عدة أشهر فبعد حوادث تبادل اطلاق النهر بين عصابات تهريب المخدرات والهجمات المسلحة المتكررة على مقرات الشرطة تمت سرقة السيارة المذكورة في واضحة النهار صحيفة والمشعال أجرت في عددها هذا الأسبوع حوارا مع مصطفى سلم والسيد مولود رئيس ما يسمى بشرطة البوليسيريو السابقا حيث تطرق والسيد مولود إلى رحلة العودة لأبنائه هربا من جحيم المخيمات مؤكدا أن السلطات المغربية ساعدت أبنائه على استقرار في مدينة سمارة رفقة والده كما كشف أسرار رحلة التحاقهم بأرض الوطن مرورا ببلد أجنبي وقال في هذا الصدد كان على صبية وأمهم أن يقوموا بالرحلة لوحدهم ولا يفوتن في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لسلطات المغربية فقد كان لمساندتهم الفضل الكبير في وصول أبنائه إلى بر الأمان وذكرت المشعل بأن مصطفى سلم ودسد مولود المفتش العام السابق لشرطة البوليساريو يوجد في وضعية إقامة إجبارية فوق الأراضي الموريتانية منذ مغادرته جحيم المخيمات قبل أزيد من عقد من الزمن صحيفة الوطن الآن كتبت في افتتاحية عددها الصدر هذا الأسبوع يصعب تشخيص الحالة الراهنة للعلاقة بين الجزائر لا تتحدد وفق إقاع مضبوط يسمح لنا بتفسير منسوب التوتر ومنعطفات النزاع عبر هذه المرحلة أو تلك ولذلك تبدو هذه العلاقة كما لو تشبه زلزالا حدث في زمن سابق مخلفا ضمارا كبيرا لأنه حين هدأ لم تزل هزاته الارتدادية بل ظلت تظهر ثم تختفي ثم تعود الظهور والاختفاء وفي سيقنا هذا فالهزة الزلزالية الأولى حدثت عام ألف وتسعمائة وخمس وسبعين حين احتضنت الجزائر ما سمتها دولة أمولتها بل اقتطعت جزءا من طرابها لتنشئ عليها جبهة البوليساريو رغم أن ذلك الكيان الوهمي لا يتوفر على أدنى مقوم من مقومات الدول إنها النازلة التي لا يمكن أن نعثر على مثيلها في أي بقعة من العالم صحيفة هسبريس الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية أشرت تقارير إسبانية إلى الموقف الجزائري السلبي بخصوص التعاون الأمني بين البلدين في ظل التوتر السياسي الحالي لافتة إلى تعليقها لكافة أشكال التعاون الاستراتيجي بخصوص مكافعة الظواهر الإرهابية وحسب صحيفة إسبانيول نقلاً عن مصادرها الحكومية من وزارة الداخلية الإيبيرية فلم تعود الجزائر تزود إسبانيا بالمعلومات الحيوية المتصلة بالأمن الإقليمي لاسيما ما يتصل بخطوات الجماعات الإرهابية وأرجع المنشور ذاته تلك الخطوة السلبية إلى الدعم الإسباني المطلقي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية صحيفة برلمان دوت كوم الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية عكست التصريحات التي أدل بها وزير الخارجية والشعون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خاص مانويل ألباريس عقب لقائه بالرئيس الموريتاني محمد الشيخ غزواني بالقصر الرئاسي بالعاصمة وشوط بحر الأسبوع الجاري العزلة التي بات يعيشها نظام العسكر الجزائري بالمنطقة خصوصا بعد قراره قطع العلاقات مع إسبانيا بعد تعليقه لمعاهدة الصداقة وحسن جواري والتعاون معهم وقد صرح ألباريس للوكالة الموريتانية للأنباء عقب رقائه بولد الغزواني أن العلاقات الثنائية بين موريتاني وإسبانيا جيدة للغاية مشيرا إلى أن البلدين يسعيان إلى مزيد من التعاون خاصة في هذه الظرفية الدولية الخاصة انتقل إلى عفو الله المرحوم العبيدي والعمار والباهية عن سن 91 عام الفقيد ينتمي لقبيل الترقبات تولاد موسى وانتقل إلى عفو الله المرحوم أحمد شكري والمحمد والعمار والحبيب والنجب عن سن 69 عام الفقيد ينتمي لقبيلة أيد الحسن تغمض الله الفقيدين بواسيها رحمته وأسكنهم أفاسي حاجناني ولهم ذويما الصبر وسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعوا اللحظة إلى الورقة الخاصة بحوال التقس غدا إن شاء الله المرتقى بأن تكون الأجواء حارة على العموم درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله 36 بأرباط ببعض المناطق ستتباين درجات الحرارة واستمرار وحما بينه 43 منتظرة بآسا وزاق 42 بسمارة 40 بليميم 37 ببكراع 39 بالعيون 31 بسيدي إفني 36 بطنطان 32 بالطرفاية 28 مرتقبة ببوجدور يبقي البناطق 37 منتظرة بجلسة زمور 42 بمطريقة 37 بأوصل 27 بالداخلة وكذلك منتظرة بالقويرة حتى البحر علو الموج سيكون البحر قليل هجاني لا يسرح ما بين 1.5 إلى 1.2 شرق والشمس غدا إن شاء الله سيكون على الساعة السبعة والربع والمروب على الساعة الثامنة 42 دقيقة حتى التقص ببعض العواصم والمدنية المجاورة 34 بن وكسوت 28 بن واذب 36 بزويلات و44 مرتقبة بتندور 30 بن و Chelsea هذه النم îلعنم التذكير 2 من الأفضل العرب 5 لتنزيل مجموعة المنتظر الاستعجالية لحدي المثال الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات ودعمية ساكنة المتضررة منها العيون انتلقوا فعالية المتمرية الدولية الأول حول البحث العلمي والابتكار ورهنية التممية المتدامة بالمجالات الصحراوية والشبه الصحراوي بيدخل تابعنا انعقادة الجمع العامة سيسيلي فرع الفيدراليتي المغربية لنشرية الصحف بالجهة ومن الوطي مركز وتخيم يشرع في استقبال المستفيدين من البرامج الوطني عطبا للجميع الذي تديره وزارة الثقافة والشباب والتواصل قطاع الشباب تأتي النشاط الإخبارية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة